السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بعلوم التربية والفيديواجية فهدادا إلى مبارس توظيف أطر الأكاديميات بداية أدعوكم إلى الاشتراك بقناتنا حتى تتوصلون بفيديوهات أخرى تخص هذه الموضوعات في هذا الفيديو سنتطرق إلى المرتكزات الكبرى للنظام التربوي المغربي من خلال التطرق إلى القانون الإطار 51-17 الذي صدر السنة الماضية والذي يمثل مركزة أساسية في هذه المبارسة القانون الإطار 51-17 هو عبارة عن قانون يسعى إلى تحويل الاختيارات الكبرى للرؤية استراتيجية 2015-2030 إلى قانون يجسد تعاقدا وطنيا ينزم الجميع لضمان صيرورة الإصراح وقد تم تبنيه في التاسع من غوشت 2019 بعد مصادقة البرلمان عليه كما صدر بعد ذلك ظاهير شريف لتنفيذه في 19 غوشت 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية يتطرق هذا القانون الإطار إلى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هذه يتحدث عن تعليم المدرسي العمومي والتكوين المهني في قطاعه العام والخاص ثم التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التعليم العثيق ثم التعليم الأصيل ثم التعليم الخصوصي ثم برنامج محو الأمية ثم التربية غير النظامية هذه هي مكونات منظومة التربية والتكوين بالنسبة لقانون الإطار ويؤكد هذا القانون الإطار على وحدة الهوية والانتماء حيث يقر في المدى 45 بأنه ينبغي انطلاق من التوابط الدستورية الجامعة الدين الإسلامي الحنيف الملكية الدستورية والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي والسعي المنظومة إلى ترصيخها في نفس المتعلمين ثم الهوية الوطنية الموحدة لمتعددة المكونات والمبنية على الاعتزاز بالانتماء للأمة وعلى قيم الانفتاح والاعتدال قيم أمبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ثم ينص على دور المنظومة في التنشئة الاجتماعية وقيام المواطنة والسلوك المدني وكذا إعداد ميطاق للمتعلم المتضمن لحقوقه وواجباته في محيطه الدراسي وأن من وظائف المنظومة تزويد لمجتمع بالكفاءات والنخاب من العلماء والمفكرين والمتقافين والأطور ثم تحدث عن تمويل منظومة التربية التكوين والبحث العلمي فحدث على أن الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين وكذا في المادة الستربعين ترصيخ مبدأ التضامن الوطني والقطاع بين مختلف الفاعلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والقطاع الخاص في تحمل تكليف تمويل المنظومة كل في مجال اختصاصه ثم في المادة 47 إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركات فيما يخص الدعم الاجتماعي الذي جاء به القانون الإطار يقوم على مؤسسات كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشاودات الخصاص توفير خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمين ذوي الاحتياج توفير نظام التقية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر ثم تعزيز وتعميم برامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكن أبنائها من متابعة تنبرصهم توفير نظام المنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم وعلياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعيات اجتماعية هشة فيما يخص صنظيم خدمة التعليم الخصوصي كما جاء به القانون الإطار فتشير المادة للطاش إلى أنه تلتزم هذه المؤسسات في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مقونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعيات إعاقة وكذا الموجودين في وضعيات خاصة المادة 14 تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسة التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدث بمرسوم يؤكد القانون الإطار على تدريس اللغات ولغات التدريس حيث تنص المادة 31 على إتقان خريج المنظومة للغتين الرسمية العربية والأمازيغية والتمكون للغتين الأجنبيتين ثم اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة التدرج في تنزيل الهندسة اللغوية بالموازات مع التهيئة اللغوية للتلاميذ وللأساس داع في تملك اللغات وذلك في غضون 6 سنوات ثم اعتماد مبدأ التناوب اللغوي باعتباره مقاربة بداغوجيا وخيار تربوي متدريج وستثمره في التعليم المتعدد للغات بهدف تنويع لغات التدريس وذلك بتدريس بعض المواد والاسيما العلمية والتكنية منها أو بعض المضامين والمجزوات في بعض المواد بلغات أو لغات أجنبية إذن فيما يخص مرتكزات النظام التربوي المغربي هي تقوم على الخطب الملكية ثم على المتاق الوطني للتربية التكوين ثم على الكتاب الأبيض والمخطط الاستعجالي ثم الرؤية استراتيجية وكذا القانون الإطار إذن فيما يخص الاختيارات التربوية والتوجهات الكبرى للنظام التربوي المغربي فهي تقوم على مجموعة من الشعارات ومجموعة من الأسس مدرسة وطنية جديدة ومتجددة مدرس جديد ومتجدد متعلم في قلب الاهتمام التعاقدات مع المجتمع بمؤسساته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر